أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الرعي اليوم معنا ثلاثة ضيوف في الاستوديو ضيوف من وزارة الشباب سوف نتعرف على طبيعة عمل هذه الوزارة وطبيعة أهداف هذه الوزارة هل تم تحقيق أهدافها أم لا معنا ناصر العرفج الناطق الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب وأيضا معنا عبدالله العدواني مدير إدارة الأنشطة التروحية بوزارة الشباب وعبدالله العدواني مدير إدارة الأنشطة التروحية عبدالله الشطي مدير إدارة المبادرة نبدأ مع الأستاذ ناصر العرفج وزارة الدولة لشؤون الشباب طبعا من الاسم معروف أنها تختص بفئة الشباب نبي نعرف بلمحة سريعة طبيعة عمل الوزارة وما هي الأهداف التي أنشئت من أجلها في البداية أشكركم على هذا اللقاء وأبارك حق الشباب الكويتي باتر إن شاء الله يوم هو الشاب الكويتي 13 ثلاثة من كل عام طبعا وزارة دولة شؤون الشباب أنشئت في مرسوم 8 على 2013 في تاريخ 26 واحد أنشئت من الشباب أنفسهم بعد تسليم الوثيقة الوطنية الكويت تسمع لسمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في تاريخ 13 مارس من عام 2013 وكانت من ضمن هذه التوصيات في هذا الحفل هي إنشاء وزارة معنية في الشباب أنشئت الوزارة في المرسوم الأميري تختص الوزارة في إعداد البحوث والتنسيق مع الوزارات وتنفيذ المشاريع المعنية في الشباب في الجهات الحكومية وكذلك العمل على البحث في ما يخص القوانين والسياسات العامة للشباب هذا جانب العمل اللي قاعد قم فيه الشباب لكن نتحدث عن ما قامت به الوزارة من 2013 إلى الآن وزارة الدولة الشؤون الشباب أنشئت في 2013 كلنا ندري في 2013 كان الضغط على الحكومة والنزول للميدان بشكل أكبر الوزارة غير مختصة في النزول للميدان لكن رغم هذا الضغط ورغم هذه الأمور وجدت الوزارة على رسم ثلاث أشياء العمل على ثلاث أشياء أساسية العمل على وضع استراتيجية عامة للوزارة ترسم فيها استراتيجيتها وكيفية العمل فيها من 2013 والله الحمد تم الإعلان عن الاستراتيجية وموجودة في الموقع الإلكتروني ونفذنا العديد منها وأيضا ربط الشباب من خلال آلية جديدة تم استحداثها تعتبر الأولى في المنطقة وهي المبادرات بوابة المبادرات وهي تعني إشراك الشباب في تنفيذ مشاريع ورؤى خاصة للشاب الكويتي ونحن كشباب يناقصنا الحكومة اليوم مستعدة أن تتقبل هذا اللي يناقصك وتواصلها مثلا حق الجهات المعنية وتنفذها على أرض الواقع من خلال فكرتك اللي تعوم بالنفع على المجتمع الكويتي يمكن أخوي عبدالله راح يسرد في هذا الجزئية أكثر هذا جانب الجانب الثالث أيضا عملت على إيجاد كيان خاص للشباب تنفيذي وهي الفصل بين هيئة الشباب وهيئة رياضة هذا الجانب اللي عملنا فيه بالفترات الإطافة لكن ما وقفنا على هذا الأمر لا عملنا أيضا أنشطة ثانية وأمور مختلفة اليوم الوزارة وقعت اتفاقيات عديدة مع مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع الخاص شركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وهذا أول مرة يحدث وهذا أول مرة يحدث من الجانب الحكومي اليوم القطاع الخاص قاعد يشاركنا في فعالياتنا وأوجه لهم كل الشكر على هذا الدعم وأيضا تفاعل كبير من قبل القطاع الخاص في هذه الجانب من خلال وضع فكرة مثلا تبنى فكرة من شاب أو تبنى فكرة من شوق حلقة يشاركون عبر هاشتاغ لقاء الراي على تويتر لأي استفسار عند الشباب أو أي سؤال للضيوف معي في الاستوديو السيد عبدالله الشطي مدير إدارة المبادرات ما عدد المشاريع التي تم تبنيها من قبل الوزارة؟ في البداية نمسي عليكم ونمسي على السادة المشاهدين الكرام وشكرا قناة الراي على تاعة الفرصة والاستضافة أنا أحب أن تهزل الفرصة في هذا المقام في البداية نتكلم عن إدارة المبادرات وما تقوم به إدارة المبادرات حتى يعي الشاب الكويتي ما هو دور الإدارة نحن في إدارة المبادرات والمشاريع نقوم في عمل فريد من نوع على مستوى الوطن العربي نحاول نعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية عند الشباب وشابات الكويتي نعم أنت اليوم شلون تقدر تخدم مجتمعك وشباب المجتمع من غير مقابل عندك فكرة يا شاب عندك موهبة عندك إبداع تبيت ترجمة على أرض الواقع لكن عندك العجز المادي أو الإعلامي أو اللوجستي تقوم مزارة الدولة لشؤون الشباب بشكل عام وإدارة المبادرات بشكل خاص بتوفير جميع المتطلبات لتحقيق وتترجمة أحلام الشباب إلى واقع من سنة 2013 إلى يومنا هذا قبلنا ما يقارب 1650 مشروع شبابي أنا ما راح أتكلم عن مبادرة لأننا عندنا مبادرات مثل ما تفضلت وشراحت تشياها عندنا أيضا الملتقيات نقوم برعاية الملتقيات والمؤتمرات والمعارض الشبابية والإنجازات الشبابية والدورات الداخلية والخارجية للراقبين من الشباب فتوت المشاريع والفعاليات التي قبلتها الإدارة 1650 مشروع شبابي نعم اختيار المشاريع بناء على شنو؟ على أي أسس؟ نعم هل يعني الواسطة والمحسوبية من هذه الأسس؟ نعم هذا الكلام يقال كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعني مداول بكثرة لكن اليوم قبل لا أقولت عن آلية أنا أطلب الشباب اللي عنده أي شك أو أي يعني ذرة شك أن اليوم الوزارة قاعدت تدار بناء على المحسوبية أو بناء على الواسطة هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلة احنا اليوم عندنا لجان معنية تقوم بفرز وترجمة واختيار المبادرات عندنا لجنة فنية وعندنا لجنة علية اللجنة الفنية مكونة من شباب أنا أكبر واحد باللجنة أنا رئيس اللجنة عمري 31 سنة والشباب كلهم موجودين فيهم الخير والبركة يعني ما يقسرون وفي هذه اللجنة من جميع طوائف المجتمع لأن تراود الكثير من بعض الاتهامات أن اليوم الوزارة قاعدت تدعم فئة دون فئة والوزارة مركز على فئة دون فئة يعني مركزين على الفئة اللي أصلا عندهم تمويل من أهلهم من عوائلهم فأنتم مركزين على هذه الفئة ممتازين على باقي الفئات حسب ما يقال ممتاز وهذا يعني أنا لش أقول لك الناس ما تجتهد وتي الوزارة أو المنتقد أنا أتكلم عن المنتقد ما يجتهد أو يي الوزارة أو ما يجتهد يبطل موقع الوزارة الرسمي أنت أول ما تبطل موقع الوزارة الرسمي في آيكون اسمه مبادراتنا نعم بس تضغط علي فوق فيه لنك أسماء المشاريع اللي تم قبولها في الوزارة رايح يحط لك جميع المشاريع وجميع أسماء المقدمين عن المشاريع فهذا توقع رد كافي لأي مشكك أننا احنا اليوم ننتمي أو قاعد نقبل الفلان وما قاعد نقبل عن أنتان بناء على عائلتها ومحسوبيتها على وسطتها فأنا أنكدر هذا الشيء وإحنا عندنا شفافية وعندنا إن شاء الله يعني نكون أدين دورنا على أكمل وجه دون أي محسوبيات نعم السيدة عبدالله العدواني ماذا قدمت الوزارة لشباب الكويت بشكل عام أول شيء الله أعطيكم العافية ومشكورين ومقواكم الله ننتكلم عن شون قدمت الوزارة للشباب بشكل عام أول شيء الوزارة معنية في تحقيقها ثم تكلم أخوي ناصر نحن معنيين في استثمار أوقات فراغ الشباب شون نستثمار أوقات فراغ الشباب من خلال البرامج والآن الشطة اللي قدمها ننتكلم عن مشروع مباراتنا مشروع مباراتنا بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والجمعيات التعاونية الملاعب مالة وزارة التربية يتم تسليمها بالفترة المسائية الجمعيات التعاونية وتأجيرها للشباب بمبلغ رسمي مغطين تقريبا تسعين بلمية من مناطق الكويت في الست محافظات عندنا 111 ملعب وهذا فيما يخص جانب الأنشطة البدنية كذلك في أنشطة مختلفة في الجانب الثقافي في الجانب الاجتماعي بجانب المشاريع المشاريع الشرون نختي سميرة المشاريع يعني شو اللي تم تنفيذه لشباب الكويت لمشاريعهم لمستقبلهم مثلا التجاري الاستثماري السلام علينا عندنا لائحة المبادرات التي تتكلم عنها فيها أخوي عبدالله الشطي لائحة هذه تدعم مشاريع غير ربحية والتي موجودة على الموقع الإلكترالي أعتقد من الجانب اللي أحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال أصحاب أي مشاريع صغيرة اليوم إحنا كوزارة الدولة وإن شاء الله مثل ما قلت لش في البداية اليوم نعمل على التنسيق بيننا وبين الجهات الحكومية لله الحمد اليوم في اتفاقية مع صندوق المشاريع السقيرة راح يكون في المبادرين اللي يقدمون من خلال بوابة المبادرات اللي يتحولون من مشروع غير ربحي إلى شركة وهناك أكثر من 29 مبادرة تحولت رسميا إلى شركة يتم دعمهم واستثمارهم من خلال صندوق الوطني المشاريع الصغيرة هذا جانب الجانب الثاني كان في اتفاقية وتم تنفيذها اليوم النافذة الواحدة مع وزارة الشؤون ومع وزارة التجارة والله الحمد اليوم تم تطبيقها هذا كانت من توصيات الشباب من خلال وزارة الدولة الشؤون الشباب إذا رجعنا شوي إلى وراء ولقنا خدينا وثيغة الكويت تسمع اللي تم تقديمها لصاحب سمو أمير البلاد وتم تكليف وزارة دولة الشؤون الشباب في متابعة هذه التوصيات مع الوزارات المعنية اليوم أنا أقول في المرحلة الأولى من التوصيات تم تحقيق 90% منها مطالب الشباب في وزارة التربية في وزارة التجارة في وزارة العدد في وزارة الصحة وفي وزارة الإعلام 90% بس من التوصيات من التوصيات يعني الروتينية الأعمال الورقية فقط يعني فيه إنجازات على أرض الواقع لا 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 ما قلت تحدش عن الأعمال الورقية فقط فيه إنجازات على أرض الواقع مثلا شن التوصيات يعني الشباب يبون أشياء فعلية مو أشياء صورية فقط مثال اليوم قلت نتكلم عن جمع المحاكم قلت نتكلم عن تقديم الرخص أونلاين اليوم قلت نتكلم عن النافذة الواحدة تم تطبيقها على أرض الواقع اليوم قاعدت تكلم على تغيير قانون المناقصات وتم تغيير قانون المناقصات قاعدت تتكلم عن الشفافية في قضايا معينة في وزارة العدل منها الإعلان على القضايا وغيرها من هالأمور هذه كلها تم تطبيقها على أرض الواقع هذه كلها كانت توصيات من الشباب الكويت نعم وتم تنفيذها بس احنا خلنرجع شوي وندقق على شغله اليوم مو كل التوصيات راح تطبق في نفس الوقت ما في عصة سهرية راح تطبقها أنا في قوانين تعرقل هذه التوصيات وفي قوانين تعرقل هذه الأمور فلازم نغير القوانين وفي تشريعات وفي أمور كثيرة نمر عليها وانت شفت يعني انت أخبر مننا في الصالف فداشة السياسة وقاعدت تشوفين شلون الوضع السياسي فما راح نقدر تغير القوانين أو الجهات الحكومية ما راح تقدر تغير القوانين على طول وانتو شنو دوركم يعني بالتأثير على الجهات الحكومية بتسريع تنفيذ هذه القوانين احنا قاعد نتابع هذه القوانين وقاعد ندرس مقترحات الشباب انا قلت لشعل التوصيات التوصيات تم تنفيذها اللي هي قدموها الشباب وايضا من خلالنا احنا كوزار الدولة الشباب اليوم عملنا على مسح وطني يعتبر الاول من نوعه في المنطقة المسح الوطني كان بالتعاون مع مركز الاحصاء الادارة المركزية للاحصاء ومن متخصصين خلصنا المرحلة اليوم راح نرفعها حق مجلس الوزراء هذا المسح ورح نعلن النتائجة ومن خلال هذا المسح اليوم قاعد نعمل ايضا على السياسة وطنية للشباب السياسة الوطنية راح توضع لنا خارطة طريق نعمل فيها وكل مؤسسات الدولة راح تعمل فيها سواء التشريعية والتنفيذية شنو منتطلعات الشباب اليوم خنتكلم انتوا راح تحطون خارطة الطريق للشباب احنا راح نكمل معاك بعد ما سرت هذه الانجازات ولكن بعد اول فاصل في حلقة اليوم مستمرين بالحوار مع المعنيين من وزارة الشباب قبل الفاصل السادة ناصر ذكرت الانجازات اللي تمت من قبل وزارة الشباب ولكن ابي اتجه للاخر عبدالله احنا ما نسمح الكلام من الشباب دايما يشتكون دايما يقولون انهم مهمشين من قبل الدولة ويقولون ان وزارة الشباب بالاسم ان هي معنية بالشباب ولكن بالفعل هي غير معنية بتاتا بالشباب بماذا ترد يعني انتم متهمون بالتقصير بنعم ام لا سوفي احنا كشباب نملك الجرأة ان نتكلم بشفافية واريحية نعم قد نكون مقصرين في بعض الجوانب لكننا مون مقصرين في الجوانب كلها يعني احنا خنتكلم بلغة الارقام وزارة الدولة للشباب فيها ما يقارب 150 الى 200 موظف موظفة مطالبين بتقطية وارضاء وتلبية جميع اعتياجات الكويت واحنا قدها ان شاء الله واحنا اصلا وجدنا في هذه الاماكل يعني عساس الشباب وشابات الكويت لكن قد يكون هناك بط في عملية توصيل الرسالة قد يكون هناك الشارع مقدر يستوعب عملنا يعني الشارع اللي هذا يعتبر تقصير منكم انت نعم انا قولك احنا عندنا نقاط ضعف عندنا نقاط قوة قد يكون هناك قد تكون نقاط الضعف تقطي على النقاط القوة بس اننا اليوم احنا قاعد نبذل جهد اقصى ما يمكن ان نبذل جهدنا النقاط الضعف اللي عندنا انا رح اتكلم بكل شفافية انه اليوم يمكن احنا مقصرين في النزول للشارع لكن اليوم بابتداء من السنة 2017 من بداية السنة هناك توجه بتقطية بالنزول للشارع اليوم مطلوب اننا مدير ما قاعد على المكتب بتوجه من سعادة الوكيل وكلمساعدين انه اليوم انا تقضي على المكتب نزل الشارع فاليوم في خطة عدها ناصر اخوي ناصر العرفج اليوم رح ننزل الى المجمعات تجارية رح ننزل الى المدارس وباشر ننزلين المدارس رح ننزل الى الجامعات والمعاهد الخاصة فاليوم احنا قصرنا في جانب توصيل الرسالة نعم لاننا احنا منازلين الشارع يعني عشان شلي خصصتوا غدا يوم الشباب الكويتي لا هذا يوم الشباب الكويتي مخصص بناء على هذا المخصصين هذه السنة الثانية طيب يعني انت مخصصين يوم للشباب الكويتي على شنو راح تحتفلون يعني ليش حاطين لهم يوم من باب المجاملة ام من باب الاستعراض ان انتو مهتمين بالشباب الكويتي شم يسوي لهم هذا اليوم وهم قاعد يشتكون ملاقين فرص عمل وبعدين ما في شباب يحطونهم حسب اختصاصهم الاكاديمي الكل يشتكي انه قاعد يحطونه بوضعه او بالمكان الغير مناسب لتأهيله الاكاديمي حلو احنا اليوم ما نقول انه نستعرض لا ولا ما نستعرض احنا اللي نقدر عليه راح نقدر نعلن عنه ونسويه بكل شفافية هذا الجانب احنا من العام لما قلنا اليه 13 ثلاثة هو يوم الشباب الكويتي تكريما لليوم اللي تم تسليم فيه الشباب الكويتي ديها من مبادرة صاحب سم امير البلاد حفظه الله رعا مبادرته واختتام مبادرته وتم تسليم وثيقتهم وثيقة الكويت تسمع وثيقة شباب الكويت هذا جانب الجانب الثاني احنا اطلغنا من العام ومستمرين في هذا الشعر ليكون احتفالنا في العمل اليوم الاحتفال في يوم الشباب ما هو احتفال نطلع مسيرة ولا ننزل الشارع ولا اي كلام نقوله لا والله هو احتفال في تطبيق اعمال احتفال في تطبيق دراسات احتفال في تطبيق مشاريع الفعاليات المصاحبة اليوم كانت ووفرنا مساحة كاملة للشباب من خلال مهرجان عدسة هذا جانب اليوم في وزارات وجهات حكومية أخرى قاعد تقوم وتوفر برامج وتنفيذ برامج عديدة اليوم إحنا وزارة شباب قد نازلين بعد غد إن شاء الله نازلين في مجمع تري سيكستي في دورات تدريبية ورش عمل مفتوحة لجميع الشباب ونازلين معهم إحنا في الميدان في مجمع تجاري وكذلك باتشر نازلين إن شاء الله المدارس وقاعد نتكلم معهم ونعطيهم دورات ونعطيهم أمور تثقيفية وضيفة على ذلك اليوم من ضمن البرامج اللي تم تنفيذها وتم الاستثمار فيها لمستقبل الكويت المستقبل الشباب هو برنامج واثق يمكن عبدالله أخوي يستطيع يسرب بنا برنامج واثق هذا أنا أعتقد هذا مستقبل الكويت نعم هذا مستقبل الكويت مشروع واثق كلمنا عن مستقبل الكويت أول شي مشروع واثق مشروع بغرس مبادئ الثقة بالنفس في نفوس الطلبة المشروع بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التسارية العلية الاستكمال وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك وزارة التربية والهيئة العامة للشباب وكذلك الشرطة المجتمعية اللي في وزارة الداخلية المشروع بدأ بدراسة محكمة من قبل دكتورة آمل لدويلة اللي ترجمت مقياس الشروجر اللي مبادئ الثقة بالنفس 19 مبدأ وتطبيقها على داخل المدارس على مستوى ثلاث مراحل نعم شنو أهداف المشروع؟ احنا نتكلم الحين في هالمدارس هذا والنشء خصوصا في الشباب في مرحلة النشء أو في داخل المدارس نحن نبي نعزز مفهوم الثقة بالنفس من خلال المشاكل اللي قاعد تواجهها الحين الشباب من تطرف وعمف وجريمة وموقات الفراغ اللي قاعد تعرضون لها مشروع يعزز هالمبادئ هذه خليك إيجابي تعزيز الهواية وتطوير الأمور هذه فنحن نتكلم الحين البداية أو الثمرة تغرس في الطلبة وهم مستقبل إن شاء الله لكويت يعني فكرة المشروع عفوا أخويا عبدالله يعني فكرة المشروع من وين يت بناء على دراسة للفئات العمرية مثلا من الشباب خلنقول مثلا من 15 إلى 18 من 18 إلى 21 من 21 إلى 5 بناء على شروعية الفكرة إن شاء الله بالمراحل السنية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثنوية ومتروكة أيضا حتى الشباب يشاركون فيها المدرسين هم اللي يحطون الأنشطة وفق هذه المبادئ وفق دورات سعتة تدريبية خلال السنة يعني أهل مختص بأي فئة المراهقين اللي توهم يبون أستقب نفسهم الطفولة والمراهقة والشباب إحنا إذا نتكلم عن فترة يعني في شباب مثلا في فئة من 15 إلى 15 إن شاء الله المدرسين في وزارة التربية يعني البعض يقول إن هذا المشروع فقط يعني يفيد مقدمين الدورات يفيد البعض من الناشطين في مجالات يعني مثلا التدريب بماذا يفيد الشباب هذا المشروع؟ لا ما هو صحيح المشروع موجه للطلبة أنا لما أعزز ثقة الطالب بنفسه وأهله وباشر يطلع قيادي باشر ينمي ديرته وهذا قاعد يحقق لي اللي قاعد تطلع عليه الوزارة ورأيتي الوزارة نعم أنتم على تواصل مع الاتحادات الطلابية؟ أخي عبدالله معهم؟ عبدالله عدواني ممكن جيل تخصصك مع الاتحادات الطلابية؟ بالضبط طيب شو تقدمون لهم الدعم والمساعدة على حسب توجهاتكم السياسية؟ ما هو صحيح سلامت الله اللي ينظم الدعم لائحة ومعلونة في موقع الوزارة والكلية قدر يطلع عليها بشفافية إحنا ما عندنا توجه سياسي معين يعني بالعكس يعني يمكن أن تسأل فينا الآن طرت على بالي حادثة لما الاتحاد يقدم الدعم يقدم عن طريق التعليم العالي كونه جهة التعليم العالية هي المشرف على الاتحادات الخارجية فعندنا الحين الاتحاد بريطانيا كان مقدم قائمة مع قائمة الرأي والحين في الانتخابات فازت قائمة المستقبل الطلابي نعم نحن نتعامل مع الاتحاد ككيان مو ككتوجه والقائمتين مختلفين التوجهات نعم فإحنا ما لنا علاقة هذول الشباب قاعد يقدمون أنشطة وفعاليات لغرناهم الشباب نحن ندعمهم ونوجههم كل السبل يعني تقدمونهم الدعم والمساعدة عن طريق التعليم العالي أم بشكل مباشر سلم إن شاء الله هذه إجراءات إدارية لما أقول أنا عن طريق التعليم العالي لكن الدعم بشكل مباشر نقعدوا إياهم ونشوف الأنشطة والخطط اللي يقدمونها هي على مستوى الطموح لتوافق استراتيجية الوزارة لكن في مسألة الإجراءات الإدارية كون الجهة المشرفة على الاتحاد في الخارج هي التعليم العالي فبين مرسوم الوزارة يحط على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الرعاية الشباب وقعد تطبق المرسوم نعم الأخ ناصر بقولك ياه بكل صراحة يعني رأي البعض يقولون أنه أنت وزارة مختصين في برج معين برج التسوق اللي هو مكانكم هناك يعني بس تنزلون القهاوي تشربون قهوة تتغدون وما في أي تنفيذ وزارة يعني صورية فقط معنية بشكل صوري بالشباب الدليل على أن ننزل بس نتغدى طيب شب وزارنا كلنا ضحاف زي لا طبعا ما يمكن تتمشون بالمجمع تضعفون لا طبعا غير صحيح هذا الكلام هذا عن الصحيح يعني أنا أتمنى من أي شاب يدعي هذا الكلام أنه إي ويشوفنا في هذا البرج ويمرنا دور 12 ودور 13 رح يلقى لنا شباب متواجدين لا بعد متواجدين مو ليه بعد يعني دوامنا من الساعة 8 ونص ليه الساعة 2 ونص اليوم لا احنا قلقات ليه ساعة 5 ونص طيب هذا الدوام الرسمي ولكن هناك اتهام طبعا الموظفين كلهم كويتين في وزارة الشباب كلهم كويتين طبعا فيه اتهام بأن الموظف الكويتي إنتاجيته ما تزيد على 10 دقائق في اليوم فأنتو أنا أتمنى أنا أتمنى أنا أتمنى منكم أنتو كوسيلة إعلامية أنكم تيون وتنقلون الواقع اللي إحنا ننقله بشكل وايد كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي خاصة في وزارة دولة لشؤون الشباب وأيضا قاعد نحاول أن تواصل مع الشباب في إنهم يوني الوزارة لأن هذه وزارتهم في الأول الأخير ما هي حكر على أحد يوني وشوفون الشباب شون قاعد يشتغلون يعني خلية نحل جبارات كأنك منتب قطاع حكومي قطاع خاص يعني هذه شهادة الكل كل من دش الوزارة طيب عبر التواصل مع مواقع التواصل تفضل بس ودي أقول الشغلة اليوم وزارة دولة شون الشباب ما في شيء اسمه وركب هي الوزارة الأولى اللي طبغت نظام التراصل الإلكتراني يعني شون الحل الشاب إذا يريد مشروع أو يريد بادر يدخل أونلاين أونلاين وهو ببيته وكل شيء يصير لأونلاين إيه بس هذا نسمعنا على بعض الجهات بالدولة بس بالواقع ما يصير هذا عندي مثلا أنتو عندكم أم يبليم يصير كل شيء حتى كتبنا الرسمية داخل يعني داخل الوزارة كتبنا الرسمية أصلا تراصل الإلكتراني يعني اليوم أنا بخاطب عبدالله يالي كتاب مثلا يبي دعم إعلامي أدزل الكتاب بس قبلوا نشارع أنتو لما تعلنون عن فعالياتكم عن الأنشطة اللي عندكم الأنشطة الترويحية أيضا هناك انتقاد أن أنتو تلجؤون لبعض المشاهير وتقدمونهم كقدوة للشباب وبعض المشاهير هذي لأن شهروا مو بسبب عملهم الجاد أو بسبب الشهادات الأكاديمية أو تخصصهم النادر انشهروا بأشياء تسمى قشور يعني فأنتو قاعدين يتقدمون نموذج غير جيد لبعض الشباب نحن نغد هذا القشور باختصار يعني أنا اللي يقول بس أنتو تدفعوا لهم الفلوس عشان يسألون لكم ما دفعتوا لهم الفلوس لا بس واضحة الشغلة دفعوا الفلوس بنصب بيانا يعني اللي قاتت تكلمين عننا الإعلام بنصب بيانا هذا مو كلامي كلام الناس كلام الشباب كلام الناس وكلام الشارع يعني يقولون دفعتوا لبعض الفشنسات مبالغ طائلة عشان يمثلون وزارة الشباب والبعض ينتقدكم على هذا الشيء أنا مدير إدارة فلاقات العامة وناطق رسمي يسألون وزارة الدولة شباب أأكد لك وأريد مرة ثانية أأكد مستحيل راح ندفع حق أي شخص أو أي شاب فلوس تعال سوق حق الوزارة كانت هناك مناقصة وتم الانتهاء منها ولم يتم تجديد أي مناقصة خاصة في السوشال ميديا هذا جانب الجانب الثاني خلال هالمناقصة دفعته مو حق مو حق هذا مناقصتنا كانت على الستوانسر والانستغرام وبرموت فما كانت على شخصيات هذا جانب الجانب الثاني اليوم إحنا لما نشوف في على قولتهم مشاهير السوشال ميديا تتفقون معاهم تختلفون معاهم أي كان فهم مؤثرين عندهم شرائح اليوم هالجانب هذا لما يروج عن شغلة خاصة في وزارة دولة شباب حطيه بالت شيء واحد إنها هذه اللي قاعد يروجها مبادرة فهي ماهي على وزارة دولة شنشاب هي وزارة دولة شنشاب دعم شاب من ضمن خطة المالية مالتها والخطة الإعلامية مالتها هو يسوق مشروع الشاب يسوق فكرته شنو أسرع طريقة أن يسوقها عند المشاهير مشاهير السوشال ميديا فإذن يروح هذا الجانب فما رح يعني ماهي خاصة في وزارة دولة شنشاب خاصة في المبادرين أنفسهم هم من قاعد يعملون على هذه الخطة صحيح وفي ودي أأكد على الجزئية أيضا نحن كإدارة علاقات عامة وكوزارة دولة شنشاب في شخصيات في مشاهير السوشال ميديا يعني يسيئون للشاب الكويتي أو يسيئون لسمعة الشباب الكويتي حطوا بعض المبادرين أصور أنه رح يكونون متواجدين معاهم أو رح يكونون دعمينهم إحنا رفضنا هذا الشيء نعم إحنا كوزارة دولة شنشاب لأنه أيضا يهمنا إصار القيم السليمة وخلنا تكلم بصراحة في شباب عندهم أصحاب مشاهير السوشال ميديا لكن أصحاب قيم أصحاب مبدأ أصحاب رسائل طبعا ممكن إحنا قلنا البعض طبعا نحن نتكلم عن البعض فلا نعمل هذه الجزئية أستاذا هناك نقطة مهمة أنا أحبا بفعل كلامنا وأنا أشكر لهم ترى أشكر في بعض الشخصيات في السوشال ميديا أقدم لهم الشكر على دعهم للوزارة بدون مقابل يعني يعني يو وشاف ما دفعته لهم يعني ما دفعنا لهم لا والله في نقطة مهمة يجب أن يعيها الشارع أننا أحنا أغلب الاتهامات التي تقول قبلتها أو رأيتها في فاشنستات أو طيتهم وفلوش أو ألم جر من هذه الأمور لا بدنا يعني أو أشي تعرفون شلون قاعدت تدار آلية المبادرات وشلون طريقة عملها في داخل الوزارة إحنا اليوم مثل ما تفضل أنا كنت ياهي بس إليك هذا السؤال بس بخليه بعد الفاصل ممكن اللي رحش خلاص فاصل مشاهدينا وسنأود عدنا معكم مشاهدينا لاستكمال هذا الحوار مع المعنيين بوزارة الشباب السيد ناصر العرفج والسيد عبدالله الشطي والسيد عبدالله العدواني السيد عبدالله الشطي الحين أي شاب قاعد يسمعنا يبي يستفسر أكيد عن هذه الخطوة يعني الحين الشاب إذا عنده مشروع شي يسوي شين الخطوات الخطوات إنه طويلة العمري ديش موقع وزارة الدولة شؤون الشباب نعم يقدم على مبادراتنا يسوي له تسجيل يديد نعم مستخدم يديد وحط الفكرة الرئيسية من المبادرة الاسم الرغم المدني والأمذة التفصيلية لابد في شروط أساسية بالمبادرة إنه يكون كويت الجنسية مؤهل فنيا بالقيام بالمبادرة يعني ما يصير يني واحد على سبيل المثال تخصصها علوم سياسية يبي يسوي لمسرحية كوميدي ما يصير يعني تعطي يعني يعني الهوات الهوات ما لهم مجال لا الهوات لهم مجال ما لهوات يعني مثلا إذا هو هاوي ما عنده شهادة أكاديمية لا خلتين أكمل في التخصص لا خلتين أكمل لأنني اللي بيسوي السياسي اللي بيسوي مسرحيات كوميديية وعنده مسرحيات كوميديية سابطة أهمم سويها راح أقبلها بس إذا يجرب أول مرة معاي لأ لأنه مصاحب اختصاص أيضا لازم يكون عمرا من 14 لي 35 سنة نعم عندنا أيضا مجال أحيانا لشركات وجهات الحكومية وأضفنا مؤخرا مؤخرا أصحاب الخبرة يعني أنت عندك خبرة في مجال يختص في مجال الشباب نعم مارس الخبرة عشر سنين ممكن تقدم مبادرة بس تقدم مبادرتك تحتاج ثالث أشياء رئيسية نعم وأرجو من جميع الشباب التركيز على هذه الأشياء الرئيسية أن اليوم أنت في المشروع لابد أن نتقدم خطة تنفيذية للمشروع الفترة الزمنية وكيفية إقامة المشروع وآلية تنفيذ المشروع والخطة الإعلامية للمشروع كيفية التسوير يعني هو يقدم كل هالخطط على الموقع أونلاين إزاي ما في أحد يساعده شلون يسوي هالخطط شلون يسوي هالتصور هذا أكيد فيه أول ما تدش الموقع راح تلاقي فيديو لأحد المبادرين يشرح لك آلية عمل المبادرات أو التقديم أيضا أول ما يطلق سبمنت راح يصل لأ إيميل بأسئلة سحلناها لأبعد الحدود في خطة تنفيذية في سبع أسئلة جاوب عليهم خلصت خطتك التنفيذية في الخطة المالية في أربع أسئلة جاوب عليها تخلصت خطتك المالية وكذلك في الإعلامية يعني أحنا نحاول نسهل العملية للشباب لأبعد مدى الخطة الإعلامية هو كيفية التسويق للمشروع إما عن طريق الوزارة أو عن طريق الشاب والخطة المالية الميزانية المفصلة للمشروع نحن ندعم الشباب من الدينار إلى 25 ألف دينار كويتي نعم يعني كلها الخطوات فقط أونلاين ما يقابل أحد في الوزارة نحن بعد ما تستكمل الأوراق بعد ما تستكمل الأوراق وتكون مطابقة للوائح والنظم تحول هذه المبادرة إلى الإدارة الفنية لأن اليوم أنا دوري أطبق لائحة بس أن اليوم يمكن ييني شاب يقول لي عبد الله أنت شلون درس المبادرة ما حرفك أنت بالشغل اللي أنا مقدمة فأنا أول ما تكتمل هذه ملامح المبادرة أدزها إدارة فنية عندنا ثمن إدارات فنية ما هي هذه الإجراءات وش كنت رح تطول رح أعطيش إجراءات بالضبط عندنا ثمن إدارات فنية هذه ثمن إدارات فنية كلها مختصين يقوموا بدعوة المبادر أو دراسة المبادرة وطرح بعض الملاحظات على المبادر هذه الإجراءات في أول ما تدش الموقع يقول لك لازم تقدم مبادرتك قبل الانطلاق الفعالية بـ 45 يوم عادة ما تستغر بسبوعين وعادة ما تطفوا الـ 45 يوم إلا في الضرورة القصفة وندق على المبادر نقول له ترى في ظرف صار ونبرر للأسباب بعد ما تتم الدراسة من الإدارة المختصة نقوم بعرضها على لجنة فنية اللي هي الشباب اللي قتلت عنها وصير أنا بدوري أنا والأخوان في اللجنة الفنية محامين عن الشباب في اللجنة العلية نبرر سبب قبولنا للمبادرات عند أستاذ الوكلة والمستشارين هذه كلها يتم في خلال أسبوعين إذا كانت الأوراق كاملة عفوا بسئلك سؤال يمكن بعض المشككين راح يسئلون هذا السؤال وأنا بدوري أنقل الأسئلة فقط صحيح حقك أنتوا تستفيدون من هذه المشاريع تستفيدون من وراهم يعني واحدة مشهولة شغلة بسرعة تساعدونها يحط الأجوبة تساعدونها أونلاين شي سوي هل أنتوا تستفيدون من ورا تأخذون عمولة تأخذون شيء مستحيل أنا أنكر هذه الاتهامات غير صحيحة إحنا اليوم شباب كويتين إذا إحنا شباب كويتين مشتهدين وخالصين في عملنا إينا شاب كويتي يتهمن هذه الاتهامات هذه غير مقبولة غير مقبولة نهائيا إحنا اليوم أتحدى أي شخص يطلع دليل أننا بالوزارة أو المدرأ أو الموظفين قاعد يستفيدون إحنا قاعد نقوم بدورنا على أكتم الوجب قاعد نحط طلع جدام عيوننا قاعد نسوي بدورنا خاصة في نقطة مهمة أستاذا بعد ما يتم الموافقة على المبادرة نعين مشرف مشرف لابط اتصال فرضا على سبيل المثال إينا واحد يقول أنت أعطيت فلان 25 ألف دينار كويتي إيش دراك يسوي فيهم السؤال يعني قاعد يطرح نعم أنا بعد ما أعطي 25 ألف بعد ما أوافق علي 25 ألف ما أعطيها كاملة والثمانية والعشرة والألف ما أعطيها كأجزئهم على دفعات وأعين مشروع من الوزارة أنا مو قلت لي ترشلي في البداية خطة تنفيذية وإعلامية ومالية هذا المشرف يروح يطالع هل المبادر نفذ الخطة التنفيذية والإعلامية والمالية على أكمل وجه ولا في كسور نفذها على أكمل وجه تصرف للدفعة الثانية ما نفذها على أكمل وجه يخصم المبلغ اللي في صرف فيه طيب أنا انتقل السيد عبدالله العدواني أنتم قاعدين طالعون الطلبات اللي تيكم أونلاين وقاعدين تشوفونها إذا هو الشروط عندها مكتملة عندها ميزانية تدرون تساعدون عندها خبرة هل أنتم عندكم خبرة لتقييم هذه المشاريع إحنا كشباب يعني المشاريع أنتم كلكم شباب وصغار وقاعد تشتغلون في وزارة حديثة هل عندكم هذه الخبرة لتقييم غيركم إحنا سألهم إن شاء الله الخبرة ما هي لتقييم الأشخاص الخبرة لتقييم العمل اللي قاعد يخدمون والخبرة اللي إحنا عندنا لوائح ونظم توجهنا وتحدد لنا المبادرات ونوع العمل هل هو مقبول وعندنا كذلك استراتيجية وهداف الوزارة الواضحة قدامنا إذا كانت المبادرة التماشى فنية مع الاستراتيجية وكذلك مع اللائحة الموضوعة اللي شروطها واضحة بالموقع ممكن أي أحد مشابه يدخل على الموقع ويطلع عليها فإحنا اللجنة الفنية معنية بفحص مطابق لللائحة هل هو مستكمل أوراق الخطة الفنية لكن في لجنة الثانية اللجنة العليا اللي فيها الوكلة وفيها المستشارين اللي هم معنيين وهم أصحاب الخبرة في تقييم هذه المشاريع يعني الحين أنا اللي بفهمها أو ممكن أي مشاهد بيفهم هذا الكلام إحنا أرد عندنا بالكويت بيروقراطية وروتين قاتل أنتوا قاعدين تخففون هذا الروتين والبيروقراطية ولا قاعدين تزيدونهم أكثر إحنا قاعد نخفف أنت قاعد تقدم أونلاين والإجراءات مثل ما قلنا 45 يوم ما هي أكثر لأن أنت فيه إجراءات صرف وإجراءات إدارية وانت جهة لاحقة في جهات أخرى فأنت قاعد تأخذ وقتك أن نحطي 45 يوم للمبادرة عساس حتى المبالغ ودفعة المبالغ يستلمها المبادر قبل تنفيذ المبادرة بك ما هي بيروقراطية بالعكس تسهيل أو لا مر استاذة هناك نقطة مهمة أريد أن أعقب على أخي عبد الله أن اليوم فعلا يتنى بعض التساولات من الشباب أن اليوم أنت وشون قاعدت قيمون من أنت عشان تقيمون هل أنتم مختصين فنيا هل عندكم الخبرة الإدارية الكافية بتقييم هذه المبادرات هذا خبر حصري يمكن أول مرة أقول للرأي أن اليوم إدارة المبادرات بعد ما قادت بعض المبادرين اللي بادروا يون الوزارة وواجهونا في هذه الأسئلة قمنا بالتعاقد مع شركة لحصول على شهادة الآيزو للتنظيم الإداري والفني للإدارة والله الحمد قبل أسبوعين حصلنا على شهادة الآيزو ونعتبر أول إدارة على مستوى دولة الكويت تحصل على شهادة الآيزو بنظامها اليديد ففعلا هذه الأسئلة لما نسمعها ما نسمعها ونسكر ذوننا لا نسمعها ونأخذها بعين الاعتبار فمن هذا المنطلق قمنا بالتعاقد مع شركة لتنظيم آلية العمل لوضع استراتيجي للإدارة جاءوا ناس تروا بونا يقعدوا معنا ترى هذا شديد قيمة وهذا شديد حطة ولازم تسوي لك تشكلست لازم تسوي لك استبيان هذا كله قاعد نستفيد نحن قبل نهاية شباب شباب ما لنبع طويل في المجال هذا فمو غلط أن نتعلم بس الغلط وين أنه إذا أخطأنا نمشي على خطأنا لأ لما نسمع الأخطاء قاعد نخذ بيع الاعتبار وقاعد نترجمها إلى حقائق ملموسة إيجابية لائحة كم مرة تغيرت نعم هذا على سبيل مثال أبسط مثال استاذ كان عندنا لائحة حسينا أن بعد الممارسة من السنة من لائحة حسينا أن فيها نقاط ضعف فدعينا الناس المبادرين اللي قبلنا مبادراتهم ودعينا الناس اللي رفضنا مبادراتهم قاعدنا على طاولة وحدة يا جماعة وين نقاط القوة وين نقاط الضعف فعطونا لستة طويلة وترجمنا يعني مختراحاتهم إلى لائحة يديدة رأت النور في شهر عشرة اللي طاف لائحة يديدة بناء على اختراحات وتوصيات الشباب تم تطوير اللائحة من من قبل تطور لائحة وعد اللائحة بخلال سنة تعمل نحن العادة جرى العرف عندنا يعني أنا قاعد تكلم كشاب أنه لو ها حتم إلى أبد الآبدين لكن نحن تلبية لرغبات الشباب قيرناها بسنة 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 سنة عمل تم تطوير اللائحة عن بكرة أبيها بناء على رغبة الشباب وإذا شفنا طلبات الشباب أو انتقادات الشباب زادت راح تقيرها راح نقيرها بكل رياحية يعني إلى الآن أنتم ما عندكم يعني أساس قوي لتقييم المبادرين في السابق في السابق أعترف في السابق لازم قاعد أقول لك أستاذة إحنا وزارة حديثة النشأ إدارة المبادرات قاعد تقوم في عمل فريد من نوع على مستوى الوطن العربي هو تحدي الشاب الكويتي طول عمره يحب التحدي طول عمره يحب الكفاح طول عمره يحب ثابر ليطلع بشيء مميز وهذا اللي قمنا فيه إحنا طلعنا بشيء مميز إحنا طبيعي ماكوحد بالكويت عندنا خبرة في تعزيز المسؤولية المجتمعية المشاريع الغير ربحية لكن إحنا اليوم لا صارت عندنا خبرة قمنا يعني قبلنا 1650 مبادرة شبابية وقاعد أقول لك أيضا هذا ما يميز الوزارة وشباب الوزارة ومسؤولين الوزارة أننا قاعد نأخذ كل الانتقادات بصد الرحب وقاعد نترجمها على أرض الواقع نعم ما نزعل أحد نعم راح نكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل فاصل وسنعود رجعنا معاكم مشاهدين ببرنامج لقاء الراي أشكر المتفاعلين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منهم الأختي التي اكتبت كان من المفروض إبراز دور الشباب للتشجيع على الإنجاز في تعريف ما هي الوزارة هذا ذكرنا الأخ ناصر في أول حلقة ذكر دور الوزارة وطبيعة عمل الوزارة في أخثاني سأل يقول لكم هل من المعقول منطقة العرضية ما فيها إلا ملعب واحد هل هذه من اهتمامات الوزارة نسأل إن شاء الله فيما يخص الملاعب الملاعب التابعة لوزارة التربية في بعض المدارس عندهم خطة وزارة التربية خلال ثلاث سنوات أن تكون ملاعب الحشيش الاصطناعي على جميع مدارس الكويت لكن في الموجودة داخل المنطقة العرضية ملعب واحد لكن في 111 ملعب غير ملعب اللي في مدرسة العرضية بس أنتو تهتمون بهالأمور أي من المناطق توفرون هذا من صميم عملكم نهتم في توفير مساحات للشباب والربط مع المؤسسات الحكومية وجمعات نفعهم هذا اهتمامنا نعم في كل مناطق الكويت وليس حسرا على منطقة واحدة من مناطق الكويت أو محافظة واحدة من محافظات الكويت نعم في من المغردين سألين عن ورشة العصر الذهني قالوا أنها كانت رائعة وخرجت بتوصيات شين هي هذه التوصيات هل تم تطبيق هذه التوصيات وهل هناك يعني ورش أخرى مستقبلا اليوم كانت هذه توجيهات معالي وزير التجارة ووزير صناعة ووزير دولة الشؤون شباب سيد خالد الروضان في عمل هذه الورشة بالشراكة مع أخواننا في وزارة التجارة وتم عمل هذه الورشة والله الحمد تفاعل كبير من أخواننا المبادرين و أخواننا أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحابنا والشباب اللي ودهم منهم يقيرون تم رصد جميع هذه التوصيات وجميع هذه الأفكار وتم رفعها إلى معالي الوزير وأكد معالي الوزير والنواب اللي كانوا حاضرين هذه الورشة أنه سيتم العمل فيها لتحسين بيئة العمل في الكويت وهذا أيضا دور النفس الحكومي الجديد في العمل بشراكة واحدة وبتوجه واحد وأيضا العمل على الربط فيما بينهم في قضايا معنية في الشباب وتحسين بيئة العمل نعم سيد عبد الله الشطي بسئلك هذا السؤال الله تعتقد أو أنت تجزم أن باقي المؤسسات الدولة متعاونة معاكم ولا يعني ما أخذينكم بأحمل الجد ولا بس أنتوا شباب وأنشأوا لكم هذه الوزارة عشان يعني يسمنا شغلنا الشباب لكل مجتهد النصيب أنا ما أقدر أقول أن هذه مقصرة وهذه متعاونة أهم شي أننا نكون راضين وما أدين دورنا على أكمل وجه هناك بعض الوزارات تستجيب بسرعة هناك بعض الوزارات تستجيب بحكم ضغط الشغل عندها لكن بالنهاية نحن مواسسة حكومية واحدة قاعد يتعاونون بشكل آخر هناك تعاون لكن نحن أدي دورنا على أكمل وجه يعني أنا أهمني أنا أش قاعد أسوي ما أهمني الوزارات الثانية شنو شنو نظرتها فيني أو أنا أمش أن أنا أسوي وقاعد أسأ يعني ما قاعد أوصل الرسالة إلى الوزارة الفلانية وبس خلاص أحطيدي على خدي وسوت ماي هومور لا قاعدة أوصل لرسالة وأتاضر على الوقت خلاص عندي دقيقة تقريبا من هو بيقول الكلمة الأخيرة الناطق الرسمي طبعا باتشر إن شاء الله عندنا يوم الشواب الكويتي أبارك حق المتقدمين في جائزة التمييز للإبداع جائزة الكويت للتمييز للإبداع وهي الجائزة الأولى وأقل جائزة في الكويت عشر فئات باتشر الإعلان عنها إن شاء الله راح يكون الإعلان من الساعة ستة الساعة سبع وأيضا أبارك لإخواني في الهيئة العامة للشباب انطلاق الحفل الخاص في رؤية الإعلامية التابعة لهم وأتمنى لهم التوفيق وسيكون احتفالنا في العمل إن شاء الله من يوم 14 متواجدين في الـ 360 لعمل دورات خاصة للشباب من متخصصين بورش عمل مفتوحة نعم شون تشوف مستقبل الوزارة؟ مشرق إن شاء الله مشرق؟ إن شاء الله متفائل؟ وايد متفائل عبد الله؟ وايد نفس الشيء؟ أكيد متفائلين يعني ما شاء الله عليكم عندكم هذا الطاقة الإيجابية؟ متفائلين لسبب نعم إن نحن اليوم تعاوننا واحتكاكنا مباشر مع الشباب لما أنت تشوف الشباب اللي قاعد يبادل واللي قاعد يغدم واللي يفكر تشعر أن الكويت في أمان لكن أنا هناك يعني يعني أنا قاعد أبي مقولة السلطان سليمان القانوني يوم من أسس الدولة العثمانية كان شعارة البشر قبل الحجر إذا ركزنا في تنمية البشر صدقيني يعني راح تلاقي الكويت يعني هي في رائدة ورح تصير إن شاء الله في مراتب عليا بحكم احتكاكنا المباشر مع الشباب إن شاء الله هذا بفضل يعني شغلكم ومجهودكم نعم نشكر لكم حضوركم هنا في تلفزيون الراي وشكرا مشاهدينا لهذه المتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الراي